تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس العلا حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأمريكية في الشارقة أطلقت الجامعة بشراكة مع بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود قاعة تدريبية لتداول التفاعل بالأوراق المالية وذلك في كلية إدارة الأعمال بالجامعة وحضر الافتتاح الدكتور بيون شيرفيه مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة وعبد الفتاح شرف المدير التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط في الدولة وتعد قاعة تداول التفاعلية هذه الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فهي قاعة متطورة تكنولوجيا لها تكنولوجيا تضم 24 مقعدا ويتوفر فيها أدوات وبرامج فعلية لتربط النظرية بالواقع العملي في بيئة تطبيقية